الخبر الأول اللي عدنا عن نور مارو ليش هو مذايق فنور مار نزع على سبب الانستجرام شوية ستوريات واللي شان يقول بها انو اليوتيوب باخر فترة صاير بي مشكلة وله هو ان مدي يوصل لشعارات ونوعا ما الدعم نازل وحتى ارباح اليوتيوب نازلة وطبعا هم كبيوتيوبر اتفق بكلامه بمليار بالمية فبهذا الستوري كان يطلوبين من المتابعين انو يساعدوا بشغلة وله هو انو كل ما ينزل المقطع المتابعين يعلقون عليه اكثر من 10 تعاليق فحال الكل يحباي بيروح الاخر مقطع نزل لنور مارو يعلق اكثر من 10 تعاليق ولكن يحباي بالتعاليق اللي تعالقوه لازم تكون بدون ايموجي لنوعا ما اليموجي يجمد المشاهدات في الله الكل يروح يعلق ورحطوكم هذا الستوري شوفو اه مبدئيا كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير اوكي انا هالله صحيف اللي حديدة ايه مهم اه حابب باركون انو اليوتيوب بسنة 2021 من الاول ما بلشت كتير كتير خرب ما بعد كيف بس اللي بعرفو انو بطل يوصل اشعارات لكل المتابعين اه ارباح الفيديونات كتير كتير خفت يعني تخيلوا انو مسلا مسلا كان واحد يجي مسلا ليرتين هلا عب يجي ربع ليرة تخيلوا يعني كتير كتير ابو نقصت غير هيك مو بس الارباح وهيك شغلات التفاعل بشكل عام النار بشكل عام كل شي كل شي كل شي نغير باليوتيوب فبحثت عن اشياء وكذا ففي منهم قالوا انو كل اليوتيوب كل اول شهر بكل سنة جديدة كل اول شهر بكل سنة جديدة تكون هيك بكون في عنده اضرار تكون في عنده اعطال برجع بحسب جددة والشهر التاني تكون ما في شي وبرجع مثل اول فبشان هيك انا ما بحب اطلب منكم انا بحب انكم تشوفوا الفيديو بدون اي عذاب بدون اي هم بس تشوفوا الفيديو تطحك وتفرحوا وتروحوا بس انا اليوم بطلب منكم شغل فطلاب هي لكم بشكل مختصر يا جماعة بعرف كتير سهل عليكم انو كتير تحسنوا تساووا انتو فرحانين بس انا بحب اعزب المتابعة بحب انو اتساوي المحتوى بكل نشاط بكل قوة بكل فكرة جديدة وانازلوا عن المتابع المتابعة يشوفوا يعلق تعليقية حط الاي لايكية لأ بس بس هالمرة انا بدي وقفتكم معي لانو هاي الازمة مو بس عليها حكي لليوتيوبر بدي كل ما ينزل فيديو لابما تخلص الازمة تعالقوا تعالقوا تعالقات كتير لابما يوصل مئة ألف تعليق بس هذا طلب اليكن بشكل مختصر انو كل ما ينزل فيديو اول ما ينزل بسرعة تعالقوا تعالقوا تعالقات زي واحد علاق عشر تعالقات بس لمئة ألف تعالق بس لابما يخلص هذا الشهر او تخلص هاي الازمة وانا هادا كواك بقول لكم انو وقفوا اوكي الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار فنور نزع العسابة بالانستجرام شوية ستوريات وليلم من خلالها انو يوم الثلاثة لح ينزل مقطع من السلسلة الجديدة فيطلب المتابعين انو يدعموا عليها راح تقوم هذا السرعة متفتمون أكثر بما انو حابين توفر معي والتفاني هادا الشي شبت كل التعليقاتكم كل رسائلكم كل شي ففيديو يوم الثلاثة راح يكون بداية لسلسلة جديدة بالقناة وراح تحبوها كتير فمن عدما اطلب انو علقوا من عدما كذا واشوفكم تمام اما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا فهي شيرين بيوتي فشيرين نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الاستوري اللي كان بداخل موقع التصوير وكانت كاتبا عم صور فاكتبونا يا حبايب الكومنتاج شنو تقومون بقطع دل صورة شيرين الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين انا سواصالة على شهد السمن بسبب اخفاء السميلة من التعليقات اللي عدهم فلو ندخل على اخر مقطع نتزل شهد السمن وننزل بيع التعليقات فاشوف ان هو من التعليق مكتوبة بالانجليزي ومكتوب عليه الجاشميلة وطبعا نزلتكم هذا المقطع اللي شرحت لكم به شنو السبب اخفاءهم الاسم ميلة من التعليقات اللي عدهم فاشوفوا على مو تفتهمون الفكرة واكتبونا يا حبايب الكومنتاج شرقوا بهذا الخبر وهلهم ما يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا الخبر الرابع اللي عدنا عن المتابعين وفضيحتهم من نورستار حلو انه يدخل على حساب نورستار بالانستجرام ونزل بشوية على الصور لحنشوف انها كصورة هي منزلتها من حوالي اربعة ايام اوكي شنو يعني لك خلينا شوية نزل الماضي وتحديدا من عام 2019 فحالي انه نزل بحساب نورستار بالصور ليجول ليجول عام 2019 رحنشوف نوعا ما شي غريب ولهي انه نفس الصور هذي موجودة ولكن من عام 2019 والمتابعين صاروا يقولون انه هي جاهزة تكذب علينا وتنزل لنا صور قديمة وكوهي اشخاص تستغربوا الموضوع فمارف صراحة ليا خلصت الصور لعدها ونزلت هذه الصورة اكتبونا يا حباب الكومنتاشون وتتوقعون هذا الموضوع الخبر الخامس اللي عدى عن تهجم متابعين بيسان اسماعيل ولا اسامة مروة واسامة مروة نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب لنضخل على المقطع ونزل بيع التعليق لحنشوف انه كل التعليق من قلبة بيسان اسماعيل ويطبعا يريدون يجمدون المشاهدات عن المقطع ولكن اسامة مروة الحمد لله حذف كل هذه التعليق وما ليسى عن سبب هذا التهجم أحسابات فانزات بيسان بالإستغرام ينزلون ويقولون بلوهي مقطع حينزل لأسامة مروة وانس واصالة وحتى نارين بيوتي راح يتهجمون عليهم مثل ما هم يده يسوون عليهم بكل مقطع مثل ما تعرفون هم يتهجمون على بيسان وانس شايب كل ما يصورون لي وما در الصراحة اشتركوا في القناة